بسم الله الرحمن الرحيم شبه انتهى موسم الدوري الإنجليزي الممتس عشان بس الأمور تبقى من بدايتها واضحة وصريحة بتقول لي عم عمر ولكن مازال الدوري في أرض الملعب أقول لك قولاً واحداً وكلاماً سليماً نعم مازال الدوري في الملعب مع مبارتين مؤجلتين لفريق منشستر سيتي ولكن ولكن عزيزي المحترم المشاهد الكريم لما تيجي تشوف اللي عمله كتيبة بيب جوارديولا وكل اللاعبين المخصصين لنادي منشستر سيتي تعرف ان الدوري انتهى بعد هذه المباراة هل استحق نادي الأرسنل ما حدث له بعد موسم أنا شايفه ناجح بكل ما تحمله الكلمة من معنى هل اللي حصل لنادي الأرسنل طبيعي ومنطقي كلها تساؤلات وأقدر حالة الإحباط الشديدة اللي بيعاني منها جماهير الأرسنل العظيمة نظراً للحالة العامة ان انت كان عندك طموح وعندك أمل من بداية الموسم أنا هدفي الرئيسي هو لتشامبينز ليج علية الطموحات وعالية السقف شوية وعالية الدنيا حبتين انه لقيت نفسك متصدر الدوري الإنجليزي وشكل الفرقة قوي جداً وان الدنيا مختلفة بشكل كبير جداً 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 وبالتالي الطموحات عالية انه لا ليه ما كسبش الدوري وقريب جداً نادي الأرسنل من تحقيق بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم ويمكن اللي يحزن أنا حاسس بجمهور الأرسنل وعارف انه جمهور الأرسنل عنده كده غصة مدايئة ان الدوري في إدية ان الدوري أصلاً في الأساس في إدية وان الدوري ضعف الأمطار الأخيرة وخليني أتوقف عندك في جزئية مهمة جداً واسأل نفسك سؤال واسب لي رأيك تحت في الكومنتات هل الدوري راح أصلاً من ماتش الستي أقولك لأ لأنه فيه أصلاً ماتشات تانية قدام ساوث هامتن وقدام ويست هام وماتش ليفربول انت بتوقع نقط في النص وبتوقع حاجات ماشية في السكة هي دي اللي ضيعت منك أصلاً بطولة الدوري هي دي المشكلة الكبيرة لكن انت لو كنت عديت مطب ليفربول وعديت مطب ويست هام وعديت المطب بتاع ساوث هامتن كان الموضوع هيبقى مختلف كنت هتدخل الماتش ده مرتاح نفسياً الدنيا ريئة الأوضاع مستقرة الدنيا تمام لكن انت دخلت المباراة دي أصلاً وانت خايف ومرعوب وموقع نقط من الأول هل نادي الأرسنل يستحق ما حدث؟ لا لأنه للأمانة عملوا موسم أنا بشوفه حتى وإن كان خسره بقى مركز تاني مركز تالت مركز رابع أي مكان طالما هو في الطفور أنا أشوف أنه ده إنجاز في حد ذاته ويجب أن انت كإدارة الأرسنال العظيمة تبني على هذا المشروع تكمل على هذا المشروع ما تتوقفش عند جزئية بقى خلاص فتدي الأحبال تفك من بعضيها أو لا وإحنا ما نقدرش بعد كده نكسب أو ما نقدرش نلم الدنيا في الموسم اللي جاي لا استغل الفترة اللي حصلت ده واستغل الموسم ده وابني على اللي جاي أنا عارف إن انت بتواجه فرقة أوصفها إزاي تنين مجنح ضي نصرات بتجري في أرض الملعب فرقة عندها القدرة الشديدة على الضغط المدة 90 دقيقة بتتكلم في تفاصيل كتيرة جدا وكلنا تكلمنا على المباراة دي عندك اللي في راكشن وعندك مراوان طالع لايف وجو تكلم وكله بيتكلم كله بيتكلم بتتكلم على شكل للسيتي رهيب بتتكلم على شكل للسيتي في أرض الملعب الوادجو قاعد معاه صديقي المحترم بنتكلم في المطش قالك ليه كذا شكل ليه كذا لون ليه كذا خطة لعب قدام البايرن بطريقة بتلعب قدام الأرسنل بطريقة وهيلعب قدام ريال مدريد بطريقة مغيرة تماما يا جماعة بيب جورديولا صعب تماما 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 بتتكلم على مدير فني تقيل بتتكلم على مدير فني غلص بلغة الكورة بتتكلم على مدير فني كل الناس اللي لعبت تحت قيادته هم متصدرين الدوريات الكبرى بتتكلم على تشافي بتتكلم على كومبني صعد ببيرنلي أصلا بتتكلم على أرتت حتى هو كسبان وراجل متصدر الدوري الإنجليزي وفي حد رابع أنا نسيه مش فاكر كمين فاكر أنت معي في حد رابع جورديولا لقى بتحتيه متصدر مدوري كبير الموسم ده مش فاكر هو مين مش متصدر بس عامل منكش فأنت كل واحد لعب تحت قيادة جورديولا ليه صبغة في الحتة اللي هو موجود فيها فما بالك بقى بالبابا نفسه ما بالك بالفيلسوف النهاردة بتتكلم النهاردة على كيمستري وهارموني رهيبة جدا 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 ما بين كل اللعيبة ما بين إيرلينج هالند وكيفين ديبروين بالنظرة بالنظرة كيفين ديبروين بيحرك إيرلينج هالند بتتكلم على جريلش اللي تطور تطور رهيب جدا تحت قيادة بيب جورديولا الموسم ده بتتكلم على ستونز بتتكلم على النهاردة أكنجي اللي بيلعب باكليفت مع إصابة أكي بتتكلم على منظومة مختلفة تماما انت صعب تجريها وفيه جملة حتى حلوة تقالت في الريأكشن وإحنا عاديين إن انت علشان تناطح الستي في وسط الهيلمان بتاعهم في بطولة الدورة الموضوع صعب قوي الموضوع صعب قوي انت بتشوف من الدكة نازل فرقة أساسية أصلا يعني الناحة التانية أرسنال يعيني بيعاني بينزل نيكاتيا وبينزل ويلسون وبينزل تروسرد وبينزل جورجينيو اللي هم يعني الأساسيين فيهم وتقول يخشوا التشكيل الأساسية واحد زي جورجيني واحد زي تروسرد الناحة التانية انت كل اللعيبة اللي نزلت للسيتي هي لعيبة أساسية فانت بتتكلم ان عندك فرقة A وفرقة B وفرقة C في السيتي ويمكن الستي وريال مدريد هم دول الفرقتين اللي بيجوا يظهروا يشموا نمسهم يشموا نفسهم في آخر الموسم يلحقوا كده ايه عرف الطالب البليد اللي يقعد طول الموسم قاعد بيلعب بالستيشن وقاعد فاتح نتفلكس وقاعد بتفرج على مسلسلات وعامل ويسوي بس ييجي آخر شهر يخش يقفل الامتحانات ده ريال مدريد ومانشستر سيتي مانشستر سيتي اعتقد خلاص يعني حتى جمهور أرسنال ذات نفسه بذات نفسه وذات شخصه من جواه شبه مسلم بدرجة كبيرة جدا 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 ان الموسم اصلا انتهى ولكن بيب جوارديولا عنده نهاء الكاس قدام نادي مانشستر يونيتد وعنده سيمي فاينال لتشامبينز ليج قدام ريال مدريد فهو قريب من تحقيق السلسية المهمة لهذا الموسم يا جماعة بتتكلم على فرقة دلواد هالند فك شعره فك شعره وورانا ده برقاملة بقى اللي بيستخدمه وبانتين والحاجات الحلوة دي كلها نزل جاب الرابع فك شعره جاب الرابع الموضوع فعلا الموضوع فعلا تقيل مش اي فرقة هتعرف توقف السيتي وخلي في حزبانك كمان جزئية ومعرفش هتتفقوا معايا فيها ولا لأ انه على الرغم من الشكل بتاع السيتي ده هو مش المرعب السنين اللي فاتت ولكنه تطور ولكنه لحق الموسم ولكنه قدر في الاول في الاخر انه هو يحقق ترجة مطلوب بالنسبة لهذا الموسم وبكل قوة وهو محاولة الكامباك من بعيد عشان ارجع ااخد بطولة الدوري الانجليزي الممتاز انتصار مستحق لفرقة زي منشستر سيتي في المباراة دي واللي مدايقني من الارسنل ويمكن ممكن هنا استغل اخوي المحترم جو ودخلوا معايا فيه الكادر تعالى والسزاحمة الله يكريمك الله يكريمك هذا الشاب هذا اتنين بشنابر اتنين بشنابر ديوقتي اللوكيشن تمامة واستاذ مهابة الله يكريمك الولا طلعك الكادر اللوكيشن زي فول دي كنبة بتاعت الغلابة دي اللوكيشن الغلابة عايز اسألك سؤال الله يكريمك الله يكريمك عايز اسألك سؤال وقول لي رأيك هل الارسنل في مباراة الزهاب كان افضل بكتير من مباراة العودة اه طبعا بس النهاردة فيه حاجات كتير السيتي افضل بكتير بقى من مطش الزهاب ده كده كده اه ما هو التحسن في السيتي اوي فخلى النهارسنل مش موجود طب هسألك السؤال اللي ايه نحب فيه العناصر واحد اين تلاتة لو قلتلك اسرود لي عناصر هيد بوينتز كده ليه انتصار منشستر سيتي في المباراة اول حاجة تخفيلة جورديولا الارتتا في التشكيل اللي هيلعب بيه في الخطة اللي هيلعب بيها مش التشكيل في الخطة نفسها ان انا هلعب بشكل غير اللي انت كنت محضر انت كنت عامل حسابك على حاجة فانت انزلت لقيت حاجة بره المنهج فبقيت مضطر انك تشغل اللايبة بالحاجة اللي بره المنهج دي فانت مش محضر يعني مش عامل المفاجأة دي تاني حاجة ان هو عنده جورديولا عنده اكتر من خطة يلعب بيها بالزبط بيلعب بكازا حاجة هتضغطه طب تمام هنلعب طويلة وعند اللي يستقبل الطويلة شوف هيلند هو بينزل يستلم في الجنة اللي هو الاستلامة الاستلامة وبيريح حلد بروين عاملة زي يا جماعة مش ممكن مش ممكن ده هيلند اللي كنا بنقول ده بالكورة وحش اصلي هيلند ما بيعرارش ينزل يستلم الكورة شوف ده النهاردة هو بيستلم الكورة دي تاني حاجة تالت حاجة انه دفاعيا نتحسن كتير بورديولا بقى زي بورديولا زيبان كله بنقول ايه 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 هجوم 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 لا اوه كمان الفرقة تحسنت الموسم ده ايوه لان هي كانت بدايتها على المستوى الدفاعي سيئة جدا جدا الفرقة تطورت بشكل كبير جدا ولا ومش تطور في السيستم العام كمان لا تطور الافراد صح وده اللي يقول لك ان ده المدرب شغل على الافراد تظهر بسرعة بسرعة رغم ان فيه لايه ممكن تظهر مهم تخوات جريليش مس اخد سيزن رودري اخد سيزن كل على فكرهم اغلبهم بياخدوا سيزن مع جوارديولا بس انت تتفرج على اكانجي شمال يمين يا بقى باش انا هلعب فيها حتة انا هلعب فيها ستونز اللي كان بقاله كزا ماتش بيلعب في نص الملعب وبقى كريتري خدش في نص الملعب بقى بلعب بسرد بقى عاية انت جات فترة ووكر ده قصة ما كانش بيشمه ايو الفترة الافيرة النهاردة الارباع على المستوى الدفاعي رهاب جدا لا خلي بالك ده ووكر اصلا لعب ماتش الكاس فكان الكلام بيتقال ايه انه ووكر ممكن مايلعبش بس اصابت اكيه رغبطت له الدنيا شوية فهو عايد باشا ده سايب كانسله اللي هو كان احسن باك عنده باك رايت او باك رفت ساب ويطلعه واللقطة كمان انه حتى بعد ما يخلص الاعارة هو مش يلعب هو خلص في الخلافات بقى ما بينهم هما الاثنين بس انا قصدي ايه شوفوا بيستخدموا ازاي بالظبط بس عارف المتعب في الماتش ايه ان انت بتلعب انا كفرقة عارف احنا لو مديرين فنيين قاعدين على البكة كده انا لو احنا لو بندرب فرقة انت مدير فني مثلا وانا مساعد بتاعك انا مخنوق خانقت السنين ان احنا قاعدين الفرقة اللي قدامنا هي اللي بتحكم فرقة من الماتش اه طبعا ان هو بيسيب لي الكورة وقت ما بيحب ايه وبيتحكم في الماتش وقت ما بيحب ايه وبيستحوز وقت ما بيحب ولما عايز يريح هيريح بمزاجه ايه انا مش عارف اخد منه الكورة خلص مش عارف اتحكم هو اللي بيتحكم وبعدين بص بواب ابن الله انا هنقض نباصي احنا مش هنزهق انا مش هزهق انا من ادرسون لدياز دياز لستونز شفت الكورة اللي حصلت في الشوت الاولاني اللي ناحية ستونز ووكر طيب اتعملت اربع مرات وراحوا راجعين تاني نعملها اربع مرات ونرجع تاني ما هو طول ما انا ما هو ده اللي بيقولك ان الجورديولا ده انت لما حتى برشلونة 2009 كانوا بيعوضوا يبصوا كتير اوي كتير هو بيعتمل على المجرسة دي انت تبقى هت يا عمي زهينة لا انت حتى انت قابل تتفرج اللي هو ايه كلنا احنا عادين لا يا جماعة دي مش كورة احنا كابل انا زيق نزهق بقولك احنا فضل لعشرين دقيقة احنا اعمل ايه طيب زهق زهق وانت بعدين بقى انت في العشرين دي انت لاحس ان ارسنان هعمل ايناي الحاجة لا لا والتاني اصلا مش عايز يعمل حاجة يعني مش فريق اللي اجيب الرابع اعلم انت اللي هو ايه مش دول بس زي ما قلنا واتكلمنا انه مش موسم سيق للعكس انت حققت الهدف ده موسم انجازي اه بالضبط الهدف اللي انت عايزه بس انا بالنسبة لي انه سقف التموحات كان عالي اوي البرنيا كانت عالية عالية اوي بس هسألك السؤال بقى المهم واللي ممكن نختم بيه هزيه السينفونية الرائعة بعد المباراة دي كلها هل جوارديولا قادر على تحقيق السلسية وانه يعدي ريال مدريد هل البروفة دي بروفة الدوري دي لانه انا بالنسبة لي لفت نظري عارف ايه انه بعدما المطش خلص اللعيبة مع الجماهير دي احتفالات دوري يا باشا ولسه فاضل سبع تامن مطشات ناسا ولا ست مطشات هو يامي دنيا عشان ده مطش الدور يعني ده مطش الدور على فكرة ده كان بيحصل مع ليفر بول يعني ده ده عارف انت المعاناة استان شفت المعاناة دي قبل كه حضرتك حضرتك شايف المعاناة دي كتير فده اللي كان بيحصل انت كنت بتبقى رايح له هو لما بيك هو قادر انه يعمل ستريك عشر اتنشر خمستاشر مطش اربعة من غير هزيم وعايز اقولك الحاجة انه بعد المطش ده ممكن جامهير توماني النفسية يقولك ايه تماما هو ممكن يوقع نقط لا هو جوارديولم مش هيفرد في ولا مطش من اللي جايه هو حتى لو وقع نقط حتى لو ارسنال محاولة اه ارسنال لسه عنده نيو كاسل و بريتن هو كفية نيو كاسل لوحده اه نيو كاسل وخلي بالك نيو كاسل عنده هدف في السنة دي عايز يبقى توب فور وعايز يمسك في التوب فور وبعد انا شفته من نيو كاسل كمان قدام توتنهام لا اقولك النافق ادي لا على مدار موسو اقوله بس عارف اللي هي حتة الكيرزة اللي من فوق البنبكة اللي حصل قدام توتنهام بس برضو مجوابتنيش السلسية ستحضر الى جوارديولا ولا الحاجب عليه عامل مهانت برضو بتسألني في سؤال مع واحد ما عندهمش توقعات ريال مدريد دول برا التوقعات دول يعني ممكن ليه هون برح تبقى جاله باربعة صح اولا عايزوا لك الحاجة عادي موكي نكسى بالسيتي عادي جدا عادي جدا الاربعة بتجيرونا دي ولا اي لها لازمها بس على الورق وبالشكل اللي احنا بنشوفه كل اسبوع السيتي وبرضو عايزوا لك على حاجة السنة اللي فاتت اللعبة كانت في البيك اوي بتاعت ريال مدريد يعني مودريتش كان في البيك اوي بنزيمة في البيك اوي كورتواه كده كده على وضعه حتى كورتوس انا بقول الموتش بتنبرع ده بسبب كورتواه يعني انت عايز تقول انه السنة دي ريال مدريد مش في نفس الهايب بتاع الموسم اللي فات اقل شوية بنزيمة بنزيمة ما بقاش يلعب بنفس بنزيمة بنفس عدد الدقيق حتى يصابته اكتر عن الموسم اللي فات مودريتش برضو جاي منهك من كاس العالم اه مبدع انا كده كده انا قلت لا وانا قلت كده كده قبل كده جماعة مودريتش بالنسبة لي عشرة من عشرة كل بس لا اللي انت شايفه من سيتي ده فريق بقى عنده نضج كمان السنة اللي فاتت تحس انهم اتخطفوا اه تك تك جونين واربعه تخفله تخفله تخفيله بنت كلب انا فاكر ده انه لا المرة دي تحس ان سيتي بقى وعين اكتر الانهاردة بص شوف المنظر اما كاسبانية اثنين صفر وبتاعه تلاتة صفر لا هاامن انا مش ها ووضع سيتي كمان حتى السنة دي مختلف في وجود هالند في الحالة اللي الفريق اتطور فيه على مدار الموسم كله خاصة مع غياب بقى ادر مليتاو الناحية التانية ده هيأثر بشكل كبير ادر مليتاو واحد من اهم مدافع في مدريد السنة دي هيأثر بشكل كبير جدا فانت عندك لا ولو كمان قدام على المستوى الهجومي بينزيمة لو مش فاق وفينيسوس مش فاق كويسان طايب اه بس لما بيبقوا فاين بيبقوا حاجة كل سنة انت طايب برده كويسان طايب برده جورديولا وكتيبة السيتي نجحوا في اول امتحان وهو بطولة الدوري ممكن تحصل في الامور امور على فكرة لسه الدوري في الملعب والفرق نقطتين ولسه للارسنال الاول لكن فيه مؤجلاته بتاع ولكن بنتكلم نوعا ما فلسه اول اختبار يعني شبه عده بنسبة 50-60% لسه اختبار الكاس قدام فاينال الكاس قدام مانشستر يونيتد واعتقد بالمنظر ده برضو ممكن يعدي ولكن ماتشات الكاس عارف اللي هو ايه اخطف وجري انت محظك اه ماتش انت عم على ماتش ولسه مبارات دوري ابطال اوروبا وهنشوف الدنيا هيبى فيها ايه ولكن اعتقد ان الموسم بيشتعل فيه امطار والاخيرة حبيب عم جو دايما انا شايف الكافر بتاعك سيتي من وراه لا ده نيويورك عادي لا سيتي يستا دي سيتي يستا يستا دي سيتي انا مش لقي حاجة اقولها وهيفضلوا دايما العلدي انطلع عليها اشعات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته